عشا بيروت كان تكريماً لنادي بيروت بالأشرفية بتذكر كان كنت جاي فجأة دقوا لك أحدهم دقوا لك شارب الرزق أو حدا تاني مبارك نمر جبر نمر جبر كان معي راوي سابا نيحاك راوي 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 لا مش راوي راوي سابا حدا بعط لك خبر انه رئيس الليجينة أولمبيا بيا رجالك موجود لفت بأرضك ورجع مظبوط مظبوط لأنه ليك تقول لك شغلي أنا زلم كتير صريح وكتير فج وما عندي خب سنة أعرف كيف أنه أنا ما بحبك ما بحبك خلص بحمل حالي بابدي قعد معك ما بدي شو عادة ما بدأ عالو صارت هاي الحالة شو عادة ما بدأ هلأ يعني خلينا نقول بير جلخ من المفضلين عند عند أكرام حلبي ليه لأنه بير وعي على اللي صار قبل وشيف الأخطاء اللي صارت وحطينا إيدنا بإيد بعض لمصلحة الرياضة وين الغلط بعرف أنه هذا شيء زعجك وزعجني لأنا زعجك زعج أصحابك بس أنا برأيي الآن زعج أصحابي يمكن زعجني لأنا زعج أصحابك لدرجة أنه جاي عبجار بطبق بير أنه إيه بس لك تعم شي معنا نحن نعم لك رئيس جي أولمبية بس امشي معنا لا مش مظبوط نحن اليوم في وعد هيك يقال في وعد هيك نحن وبيير حطينا خارطة طريق هي لمصلحة الرياضة وأنا عبر لك شغلي اليوم هيدا الإنقسام العمودي إذا بدو يكمل بالرياضة لحيصير فيه فرز خطير مرتجي في رأيي بيصير فيه تسوية مفترض يعني هذه التصرفات اللي بتتصرف من بعض الأشخاص ما برأيي حيوصل للمحل لحيوصل للمحل لحيدمر الرياضة لحيدمر الرياضة أنا رأيي بيوع الكل بيوع أنا برجع بقلك اليوم إذا هل رؤسة الاتحادات طبعا سمعش عبدالك رؤسة الاتحادات وليس مسؤولي الأحزاب بيجوا بمدوا إيدهم لبعض بمشروع لتخليص الرياضة لمشروع واضح لتخليص الرياضة ونهدي الرياضة لنقطع المرحلة سوى أهل وصهلة فيها لكن إذا بدو يضل الهدف هو السيطرة على اللجنة الأولمبية وتسجيل اتحادات من هنا وتقصيمها طائفية مشان هيدا ياخد الأكترية مش لحيوصلوا لمحل حتتحطى للجنة الأولمبية حتتدمر اللجنة الأولمبية وبالنهية حيصفوا عاملين مشكل وفرز طائفة بكل الاتحادات مع الأسف حتخربوا الرياضة تبه اليوم بدك بالسياسي عمول بدك إيه بس تركوا الرياضة بعدوا عن الرياضة أنا عبدعي كل الأحزاب من التيار الوطني الحر وغير التيار الوطني المر بعدوا عن الرياضة تركوا هالناس اللي بدها تشتغل الرياضة لمصلحة لبنان خليها تشتغل أنتو بير جلخ خلق ممتازين كتير من في استراتيجية واضحة مشين عليها في تحالف خلينا نقول أكيد على رأس الصادح أكيد على رأس الصادح شو خبه شيء أكيد ممتاز أنا أقول لك اليوم إذا سقطت اللجنة أولمبية مرشح اتحاد كورية السلح سيكون بير جلخ ممتاز ربما يسهم باستقرار اللجنة أولمبية وعادة تفعيل عملها هذا مش غلط وما تفكرني أنا زعلان بالعكس كيف أنا مبسوط خبرني كيف اعتبر نقطة التقاء صار بير جلخ بينكم وبين الطرف الثاني هلأ بدك تشوف بير جلخ مع الطرف الثاني شو وضعه بس أنه بالحد الأدنى بصراحة أنا إلي سأب بير اليوم ما بسأله شو شو الوضع مع الطرف الثاني الطرف الثاني اللي هلأ ما عم بفرجينه حس النية بيضل بتلفي من تحت الطولات عم نعرف فيهم ما عم نرد برجع بقلك اليوم إذا في نية صافية يجوا يتفضلوا يمدوا إيدهم لمصلحة الرياضة لأنه بأكد لك شغلة بعد سنتين إذا صار في معارك بالاتحادات مثل ما رايح الأمور برأيي هني هيخسروا كتير أهل بمسابة تهديد هيدا مش تهديد بلك واقع حتى لو رايح اجتمعوا بالمطاعم على البحر وأكلوا سمك واجتمعوا مع فلان فلان لازم بالنهي كل واحد يعرف حجمه ولا بيحترم صراحتك لازم كل واحد يعرف حجمه ما فيك تروح تعود مع مع شخص نافخ حاله بس فعليا على الأرض ما بيقدر هي كان نات ديليفر عرفت كيف اليوم في مصلحة للرياضة تعووا يا جماعة مدوا إيدكم تنشتغل رياضيا بعيدا على المذهبية والطائفية والأحزاب يا أهلا وسهلا أهلا وسهلا بدكم تكملوا بهالطريق يا أهلا بالمعارك لح تدفعوا التمن انتو